أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي أن التزام الدول العربية بأحكام المساق العربي لحقوق الإنسان يمثل أبلغ رد عملي على الادعاءة المضللة التي تصدر عن بعض المنظمات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية والتي لا تستند إلى حقائق أو دلائل موضوعية لسيما أن بعضها يصدر عن منظمات غير معنية بهذا الشأن جاء ذلك في كلمة العصومي خلال الجلسة الافتتاحية لأمل دورة التسعة عشر للجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية ولجنة المساق وهي الدورة المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من العراق